اشتركوا في القناة العشبة رقم 43 في السلسلة التعريفية بالأحشاب الموجودة في المغرب هذه العشبة يعرف الكبير والصغير والكثير من الناس لا تعجبه وذلك راجع إلى مروريتها ورائحتها الغير مستصاغة ولكن الكثير من الناس لا يروق لهم شرب الشاي في فصل الخريف والشتاء إلا بهذه العشبة والكثير من الناس لا يعرف منافعها ومضارها هذا ما سأبين لكم في هذا الفيديو إن شاء الله عشبتنا هي الأفسنتين والتي نقول لها في المغرب الشيبة وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل أترككم مع هذا الفاصيل وسنعود بإذن الله تعالى إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيد فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع ولكم الأجر والثواب والدال على الخير كفاعله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من منا لا يعرف هذه العشبة والتي هي بمثابة شجرة صغيرة يزرع والناس في حضائقهم وعلى الأسطح يبلغ طولها من خمسين سنطيم إلى المتر ويمتد عمرها إلى أكثر من عشر سنوات يرجع تاريخ هذه العشبة إلى سنة 1600 قبل الميلاد استعمله السلت والعرب وكذلك أطباء العهود القديمة على أنه ترياق ينفع في مداوات معظم الأمراض فبعد هذه المقدمة أنتقل بكم إلى ما قاله الطب القديم في هذه العشبة الأفسنتين الشيبة في الطب القديم قال ابن سينا في كتابه القانون في الطب الجزء الأول مادة أفسنتين فيه مرارة وقبض وحرافة قال بعد المتقدمين أصنافه خمسة السوسي والترسوسي والنبطي والخراساني والرومي وفي النبطي عطرية وبالجملة ففيه جوهر أرضي به يقبض وجوهر لطيف به يسهل ويفتح وهو من أصناف الشيح ولذلك يسميه بعض الحكماء الشيح الرومي وعصارته أقوى من ورقه وهو في قياس عصارة الأفراسيون يعني من ريوة ويقال لها من روت الأفعال والخواص من خواص الأفسنتين أنه يمنع الثياب من التسوس وفساد الهوام ويمنع الميداد عن التغير والكاغض عن القرض وفي الزينة يحسن اللون وينفع من داء الثعلب وداء الحية ويزيل الآثار البنفسجية تحت العين وغيرها وكذلك الجراح والأورام والبطور ينفع من السلبات الباطمة ضمادا ومشروبة وفي أعضاء الرأس بخار طبيخ الأفسنتين ينفع من وجع الأذن وينفع من الأورام خلف الأذنين وينفع من وجع الأذن ورطوباتها وفي أعضاء العين ينفع من الرمض العتيق إذا ضمد به ما تحت العين ومن الغشاوة وإن اتخذ منه ضمادا بالمبختج سكن ضربان العين وورمها والمبختج هو رب العنب وهو عصير العنب وينفع الأفسنتين من الودقة في العين وهي نقطة بيضاء مثل الشحم تكون في الملتحمة وفي أعضاء الغداء يرد الشهية بعد فقدانها وهو دواء جيد عجيب لها إذا ترب طبيخه عشرة أيام وشرابه يقوي المعدة وينفع من اليراقان مصفر ويقتل الديدان إذا طبق الأفسنتين مع العدس أو الأرز وفي أعضاء النفط قال مدير البول وللطمت قوي لا سيما حمولا مع ماء العسل وشرب شراب الأفسنتين ينفع من البواسير والشقاق في المقعدة وإذا طبق وحده أو بالأرز وشرب بالعسل قتل الديدان مع إسهال للبطن طفيف وإذا رش في الأماكن منع البقل انتهى كلام ابن سينة أما الأنطاقي فقد قال في التذكير الأفسنتين اسم يوناني لنبات أقحواني الشكل له زهرا أصفر الداخل يحيط به ورق أبيض ويخلف بزرا كالحرم قابض إلى مرارة عطري لكنه ثقيل وأجوده الترصوصي والمصري الأصفر الزهر المعروف بالدمسيسة لا بأس به وهو محل مفتح مقطع للأخلاط الذجة مزين لليرقان والرعشة والبخار الفاسد والرياح الغليظة والماء الأصفر والطحال ويدر الفضلات مطلقا ولو حمولة ومع مرارة الماعز ودهن اللوز المر يدهب أمراض الأذن حتى الصمم القديم قطورا مجرم وملازمته كيفما كان تعيد الشهوتين ويحلل الصلابات وأوجاع الجنبين والخاصرة خصوصا بالنيترون والشمع والعسن ويسقط الديدان ويزن الآثار وينق الرئة ويقوي الأحشاء ويذهب النثا حيث كان ويمنع التسوس حيث كان لو جعلت عصارته في ميداد حفظ الورق ويقع في الأكحال فيسد الجفنة ويدهم الدمعة والغشاوة وينفع من الاستسقاء وداء التعلبة وداء الحية وأمراض المقعدة ويستأصل السوداء مع الأفتمون والسوداء خلط من الأخلاط الأربعة في الطب القديم والتي تكون سببا في أمراض المال خوليا والكآبة وما شابها ذلك والأفتمون هو الحامول وهو نابات طفيلي يعيش على حساب النباتات الأخرى وبالجملة الأفسنتين ينفع من سائر أمراض الباردين ومن السموم خصوصا العقرب ويطرد الهوام خصوصا البق ولو مسحا على البدن وبخورا انتهى كلام الأنطاق الأفسنتين في الطب الحديد يسمى الأفسنتين بالعربية في المغرب الشيبة وفي مصر الدمسيسة ويقال لها شيح رومي ويقال لها الشويلاء وراشكا وشيبة العزوز تسمى بالفرنسية أفسنت اسمها العلمي أرتمازيا أفسنتيون من عائلة المركبات لكامبوزي وكذلك يقال لها استيراتشي العزاء المستعملة الأطراف المزهرة والأوراق الغير الحديثة المواد الكيميائية الموجودة في الأفسنتين السيليس ومادتين مرة رئيسية أفسنتين وأنافسنتين ومواد عفصية وراتينجية وحامد المالك والسيسينيك ومادة تيون والتيربينود ويستخدم الأفسنتين كمضاد للديدان وفي أمراض المعدة وللحط على الحيد وضد تعب ولدوار البحر والغثيان ويستعمل كمنقوع ومسحوق ومغلي والأفسنتين الشيبة هو أحد النباتات التي تم اختيارها بعد دراسة فحص عالية الإنتاجية كمرشح محتمل لإنتاج دواء محتمل ضد سارس كوفيد 2 المسؤول عن وباء كوفيد 19 سأترك لكم رابط المرجع أسفل الفيديو لمن يريد أن يحيط علما بهذه العشبة ويستعمل مشروب الأفسنتين بوضع ملعقة صغيرة من مسحوق العشبة في إناء ويفرغ عليها 250 مليلتر ماء مغلي يترك ليبرد 5 دقائق ويسرب لطرد الديدان وفي حالة آلام المعدة والاكتئاب أما استعماله فيجب أن يستعمل بجرعات معقولة ولا يكتر الإنسان منه لأن فيه زيت عطري يصبح صما إذا تم الإفراط في استعماله وبهذا القدر أكتفي وأشكركم على المشاهدة وتعليقاتكم الطيبة والمحفزة وأرجو أن أكون قد أفدتكم ببعض الشيء ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع وتعم الفائدة ولكم الأجر والثواب فاتدلوا على الخير كفاعله وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد مع موضوع جديد أو عشبة جديدة وإلى ذلك منحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته